إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شعور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدي غير ظالين ولا مظلين اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا وعمره بما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام معاشر الإخوة الكرام روى الترمذي في الجامع وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أخواني الكرام حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حقوق الله وحقوق عباده يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده الكلمة انهر أيها الإخوة الكرام أتري الحدثة إذ نذكى إذ قال نبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الحديثة أيها الإخوة الكرام حديث عظيم أمام شقار ابن رجب رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ذيس جل حقوق نربي سبحانه وتعالى جل حقوق للعباد ويقول أيضا العلامة السعدي رحمه الله هذا حديث عظيم جامع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حقوق الله وحقوق عباده منتف أيضا العلامة السعدي رحمه الله يقرنه لأن الحديث ونطع عظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اسم ديس جل حقوق نربي سبحانه ذي الحقوق نالعباد فالوصية الأولى الوصية ثمزوات إذ يبذن بالنق صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي قوله اتق الله حيث ما كنت فالوصية بتقوى الله وصية عظيمة وهي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فالوصية تقوى نربي سبحانه فالنظر وصية الله عز وجل وإيمزور ذين قرى والتقوى أيضا يتمزسر بسبحانه وتعالى الناس أجمعين فالتقوى أمر الله بها سبحانه وتعالى الناس أجمعين يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الآية ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم فالتقوى يمزسر بسبحانه وتعالى يوذن مرة والتقوى أيضا معاشر الإخوة أمر الله بها سبحانه وتعالى المؤمنين التقوى يمزسر بسبحانه وتعالى المؤمنين يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون التقوى أمر الله بها سبحانه وتعالى سيد المرسلين التقوى يمزس ربي سبحانه وتعالى النبي النغم محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين التقوى معاشر الإخوة الكرام سنظر وصيا الرسل إلى الناس أجمعين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقول إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقول إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقول فالوصية قونر بسبحانه وتعالى سنظر وصيا الرسل أجمعين وكذلك هي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أوسرية أوصاه في خاصته بتقوى الله سبحانه وتعالى ومن معه من المسلمين خيرا فالوصية قونر بسبحانه سنظر وصيا النبي صلى الله عليه وسلم أمام جيوسة ذي الحديثة تغمريس كشن الجن ذي الأمير كشن الجيش يتوصاه استقوى الله سبحانه وتعالى وأيضا من دنغيس فيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيط وصى استقوى الله عز وجل ما أخرجه أصحاب السنن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطرة حجة الوداع أنه كان يقول اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم فالنبي صلى الله عليه وسلم ذي الحديث العظيم إسبياناً غل أسباب إسلف غل جنة ومن الأسباب التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ربكم أزمن إسبياناً أيضاً معاشر الإخوة الكرام أن الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى أنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث العرغال بن سارية رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاية يوم فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافاً كثيراً فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقال أرباض المساري رضي الله عنه يجنعيك النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كان بعد صلاة الصبح أبي سجم النبي صلى الله عليه وسلم أزي الصلاة أقبل على الصحابة رضي الله عنهم بوجهه إن نقرب غسل واستفدر العلماء من هذا الحديث أن الإمام فعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيوب ووجلت منها القلوب يقال علامة سليمان الرحيل حفظه الله هذا يدل على زكاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صفاء قلوبهم لأن ميسرين الموعظة يزن نبي صلى الله عليه وسلم في طول سن عمان سن الطول وانسن يقضى ربي سبحانه وتعالى فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا يقول أيضا العلامة سليمان الرحيل حفظه الله هذا يدل على ذكاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قوانيت يدل على الذكاء من صحابة رضي الله عنهم لأن ميسرين النبي صلى الله عليه وسلم يبدر ذي الأسلق والنصد الموعظة يجن موعظة جامعة قليغة قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم إذن معاشر الإخوة الكرام التقوى التقوى أيها الإخوة الكرام إذن وصية الله ووصية رسول الله ووصية نبينا صلى الله عليه وسلم وهي كذلك وصية سلفنا الصالح رضوان الله عليهم إذن فمن أنسننا التقوى تقوى تقوى الله سبحانه وتعالى واسج المكان عظيم غالله عز وجل واسج المكان عظيم غالأنبياء ذو الرسل إذن فما معنى التقوى فما حقيقة التقوى وأحسن ما قيل في حدها وفي حقيقة التقوى ما أخرجه ابن المبارك في الزود وابن أبي شيب في المصنف أنه لما وقعت فتنة ابن الأشعث لما وقعت فتنة ابن الأشعث وذلك في زمن الحجاج ابن يوسف التقفي لنترجل الفتنة عظيمة وقعت في زمن الأمير الحجاج ابن يوسف التقفي يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله وسبب هذه الفتنة أن الحجاج كان يبغض ابن الأشعث فلما وقعت هذه الفتنة ووقع الخروج فكان الناس يسألون التابعي الجليل طبق ابن حبيب رحمه الله فكان يجيبهم بقوله اتقوها بالتقوى ألوق عن تلفتان ألوق عن الخروج تود تقوى النيوذان التابعي الجليل طبق ابن حبيب رحمه الله وقال اسم الغنب منفر منقر فكان يوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى فقالوا صف لنا التقوى فمد انط這樣 استقو نرب سبحانه وتعالى فما معنى التقوى فقال رحمه الله تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله والتقوى طرق لمعصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله فالتقوى عمل بالمأمورات على نور من الله يعني على علم وبصيرة رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة ترك بن حبيب كما في سير أعلام النبلاء قال رحمه الله بعد أن ذكر هذا التعريف أبدع وأوجز فلا تقوى إلا بعمل ولا عمل إلا بعلم واتباع ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى إلى أن قال رحمه الله فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز الذهب رحمه الله في الترجمة من ترك بن حبيب ذي سير أعلام النبلاء إذ كانت تعريف وانتقوى فقال أبدع وأوجز يعني قيد كانت تعريف جميل جدا أبدع فيه رحمه الله وأوجز في العبارة لأن إن شوى ذنه التقوى إلا سلعمل والعمل واش شاء إلا سلعم ذلاتباع إن نبي صلى الله عليه وسلم ذلإخلاص لله عز وجل ثم قال رحمه الله قلني غير دوم وصية فقد فاز فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز ويقول أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله كما في الرسالة التبوكية وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى أريد كانت تعريفا التقوى إن طلق بن حبيب رحمه الله إن نشقذ وأحسن تعريف للتقوى فالتقوى أيها الإخوة الكرام كلمة عظيمة جمعت تحت رايتها الخير كله فمن ثمارها وفوائدها ذي الثمار ذي الفوائد التقوى نربي سبحانه وتعالى أنها سبب لدخول الجنة التقوى نربي سبحانه وتعالى ذي السبب بشير الإنسان غالجنة لقوله سبحانه وتعالى إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم ويقول سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر التقوى معاشر الإخوة الكرام تجعل العبد وليا لله سبحانه وتعالى إن أولياؤه إلا المتقون فالتقوى للسباب بشير الإنسان وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى التقوى خير زاد يتزود به الإنسان للدار الآخرة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب التقوى معاشر الإخوة الكرام سبب لتحصيل العلم التقوى لجن السباب بشير تحصل الإنسان خالعلم يقول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله التقوى لجن السبب أيضا معاشر الإخوة بشير الفرقان تفرق بين الحق والغاتل تميز بين الحق والغاتل يقول الله سبحانه وتعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا التقوى معاشر الإخوة الكرام سبب لتيسير العسير وفرج وتفريج الكربات يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا يقول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة ولما يبين هذا أيضا معاشر الإخوة ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أولئك النفر الذين آواهم المبيت إلى غار إجنترثني وذان زي الأمم قبل الأمم محمد صلى الله عليه وسلم آواهم المبيت إلى غار فانحدرت عليهم صخرة كبيرة فسدت عليهم فم الغار فضلت خصني اشتراف تنقرات فذل خصني فريني فتوسل أحدهم بعظيم بره بوالده وتوسل الثاني بعظيم عفته وتوسل الثالث بعظيم أمانته فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشل فالتقوى سبب لتفريج الكربات والتقوى أيضا معاشر الإخوة الكرام ونذجن السباب بشزكي قبر ربي سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين وهناك أمور غكرها العلماء تعين على تحقيق التقوى ذنشن الأسباب ذنشن العلماء تعاون الإنسان بشل يحقق التقوى نربي سبحانه وتعالى منها النجوء إلى الله سبحانه وتعالى لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى فالأمر مزويس عاون الإنسان بشل يحقق التقوى نربي سبحانه وتعالى هو دعاء الله سبحانه وتعالى ومن ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل التقوى ومن ذلكم أيضا ما أخرجه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وعذاب القبر اللهم زكي نفسها اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن الأمور أيضا التي تعين على تحقيق التقوى العلم فالإنسان يحصر العلم الشرعي لأنه سبب لتحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى إذ المرء لا يمكن أن يميز بين ما يحبه الله ويرغاه وبين ما يكرهه ويأباه إلا بالعلم الإنسان لا يستطيع أن يفرق بين رزق طيب ورزق خبيث وبين عمل صالح وبين عمل فاسد إلا بالعلم النافق لذا قال بعض السلف كيف يتقي من لا يدري ما يتقين فقال بعض السلف مش غيق الإنسان ألي حقق التقوى أنت ويستنش الأمور إذي غيتقى أربي سبحانه وتعالى وزي الأمور أيضا التي تعين على تحقيق التقوى اختيار الجليس اختيار الجليس الصالح وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما المثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيت وإما أن تبدع منه وإما أن تجد منه ريحا طويبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة وإما أن تجد منه ريحا خبيثة وإما أن تجد منه ريحا طيبة وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تنحها النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا ذر والأمر ورد الأم صمرا بتقوى الله سبحانه وتعالى والعبد لا شك أنه يقع منه تفرد ويقع منه تقصير فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وأتبع السيئة الحسنة تنحها ويقول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفه النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إلى أن العلماء قلن الأمر ونتجمعور العلماء قال بأن هذا الأمر خاص بالسغائر دون الكبائر وهذا القول هو الذي رجحه الحافظ ابن رجب رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر ولقوله سبحانه وتعالى إن تجتمبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه وخالق الناس بخلق حسن ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله وخالق الناس بخلق حسن ويشهد لمعنى هذا الحديث حديث أخرجه التربذي وهو حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق الحديث ونتاء يتوفق المعنى للحديث بذر رضي الله عنه لأن الصحابة رضي الله عنهم السقسان النبي صلى الله عليه وسلم مثل أسباب إتجان الإنسان تثغى الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق وإسميه أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم أن العلامة أن كمال الإيمان تحقيق الخلق الحسن لقوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فكلما كان الإنسان أحسن خلقا كان أكملا إيمانا وكذلك سبينا الغنب النغ صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الأخلاق الحسنة تريد سنغ النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لحديث جابر رضي الله عنه المخرج عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغبكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون فقالوا يا رسول الله قد علمنا معنى الثرثارون ومعنى المتشدقون فمن هم المتفيهقون فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتكبر يسفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن الله صلى الله عليه وسلم قيامة والنبي صلى الله عليه وسلم الثرفارون والمتشدقون الذي يتطاول على الناس في الكلام والمتفيهقون يعني المتكبرين فالله والله في هذا الحديث العظيم حديث عظيم أما مش نذكى أيها الإخوة الكرام الحافظ بن رجب رحمه الله وكما ذكرنا أيضا عن العلامة السعدية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه الخير كله جمع فيه بين حقوق الله وحقوق عباده ولعل أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم